هنشوف اللي احنا هناخده النهاردة انا هتكلم على حاجتين تمام هعمل بس بريفيو خفيف لوحدة واوريكو برضو بتاع اه التانية هما الاتنين نفس الفكرة بس اه فيه اه واحدة عايز اوريكو يعني ازاي امشي بالباس علشان اكتب دي حاجة زي الليزر كده والمرة والواحدة التانية ازاي ان انا اعمل بس حر او ازاي انا اعمل اه شغل حر كالعادة لازم يفصل كالعادة لازم يفصل ما هو مالوش دعوة مالوش دعوة مالوش دعوة ضغطت انا اف تلاتة طيب انا هستنى الرندر يخلص وبعدين اه وبعدين اه اوريه لكو على طول ونشوف ظروفه ايه لازم يفصل مزيز شهر 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 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 في النص تمام بالشكل ده كده اقبر بقى شوية كده وانزل دي لتحت خلصنا من اه التكست بتاعتنا تعالوا بقى نحط للتيكست دي ستايل نحط لها شكل هروح على طول للاير نيو واخد آسف للاير ومن لاير اخد لاير ستايل لاير ستايل هحط منها جريديينت اوفر لي كلام ده كله ممكن فوتوشوب هضغط على جريديينت اوفر لي عشان نفتحها بالشكل ده واضغط على ايدت جريديينت طبعا ممكن تعمل بقى الايه الافكت اللي انت عايزه ممكن اسيب ده زي ما هو كده او خلي ده وليكن مثلا لونه كده واضغط جنبه بشوية وخلي مثلا اللون ده وليكن احمر خلي ده وليكن احمر فاتح ونخلي ده وليكن احمر غامق شوية نضغط مسلا في النص وافتح اللون ده سنة واضغط على الاخير ده وافتحه على الاخر طبعا عايز يعمل احمر شغال عايز يعمل بردواني ماشي انا عايز اعمل بردواني بسراحة خلي ده زي ما هو خلي ده ياخد الشكل ده كده طبعا ممكن نخلي ده اغمق سنة ونضغط هنا كده بحيث اديها شكل زي يعني حاجة زي الايه زي المتال كده بعد كده نروح على تيكست لير تاني وبعد كده لير ستايل وبعد كده نروح نحط بيفل اند امبوس بيفل اند امبوس نضغط على بيفل اند امبوس واروح على الديبث الدبث ده اللي هو العمق انا هزود لو انا عاليد ده وفضلت اعلي 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 هاخد حدة لحد جوه هي اخيرها الف يعني ايه الخطوط على اللون بعد كده هفتح حرف الاكس واروح على فكرة ده اللي هو الصايز لو انا روحت للصايز ده خليته مسلا بتاع اتنين يبقى انا كده عملت ثيكنس لكن ثيكنس قليل تمام طبعا تقدر تتحكم في ثيكنس زي ما انت حابب او زي ما انت عايز بعد كده لو انت عايز تدي صوفت للاتج دي روح على صوفت ونخليها مسلا بتاع نص كده خط زي ما نشايفين خط صوفت على الاتج اقدر ان انا لو عايز الصايز ارفعه شوية اخلي مثلا ثلاثة اقدر ان انا اعمله ثلاثة زي ما انا عايز بعد كده ااجي على الانجل اللي هو اتجاه اللايت طبعا اللايت واخد الاتجاه ده ممكن اقلب بدل ما مية وعشرين اخلي اللايت لتحت انا عايزه ناحية تحت يعني انا عايزه في ده عايزه من ناحية دي كده بعد كده ممكن نعلي الالتتيود الالتتيود اللي هي ارتفاع اللايت او كسافة اللايت عالي الالتتتيود هنخليه مسلا ياخد الجنب آآ ممكن ياخد الجنب ده كده تمام ممكن نخلي ده كده ارفع الهايلايت وباسيتي عشان اخليه مية في مية كده خلصنا من حاجة اوبشنا اللي كنت بقى لو انت عايز تروح على ليير ستايل وتنزل منها اه انار جلو تمام افتح بقى الانر جلو وممكن نزود الاوباستي اه ممكن اروح للسنجل كالر واديها لون برضو قريب من اللون بتاعنا وهروف بعد كده للسايز ازود بحيث ان انا اديها شفت لجوه بالشكل دي كده مش عايزين نطول في كده يعني اكتر من كده في التكس عشان ما نطلعش بره لموضوع بتاعنا تعالوا نرجع بعد كده لشكل الخامة بتاع التكس في موقع يا جماعة حلو قوي للخامات انا هكتب لكم انا هكتب لكم هنا اسمه 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 تقدر تنزل منه خامات كتيرة جدا جدا طبعا لازم تعمل حساب عليه وخلوا بالكو انك انت بتنزل لك خمساشر ميجا كل يوم خمساشر ميجا كل يوم فما تفتروش يعني دابل كليك وروح هاخد اي صورة طبعا الصور اللي انتو شايفينها دي من صور ورشة او خلف خطوط العدو اللي ان شاء الله فريق جي اف اكس اكاديمي بيحضر لها بازن الله قريب هاخد اي خامة تعجبني طبعا في خامات بالبتاع بالله هاخد مثلا خامة زيدي واسلكت عليها بعد كده هروح على تيكست دي وعمل كنترول دي او دابل كيت ليه التيكست هسمي دي تيكست مات ليه انا سميتها تيكست مات لان انا عايزة اخد نفس الخامة بتاعت الصورة اللي احنا شايفينها دي هاخد التيكست ماتل احطها فوق التيكست بالشكل ده كده مبدئيا دي حجمها كبير دي حجمها كبير هاسيب حجمها كده واقول لكم ليه كمان شواء هروح بعد كده عشان اديها لك شكله كويس هروح بعد كده على كيرفس واسحب كيرفس احطه على صورة بعد كده اعلي الهايلايتس حبة اقلل الشادوز شوية ممكن اروح بعد كده ليه الرد واعلي الرد في الميت تون مش في الهايلايتس بالشكل ده اروح بعد كده للبلو اخف البلو من الميت تون هايلايتس بالمنظر ده كده بعد كده اروح للجرين واعلي سنة في الهايلايتس واخفه سنة في لو روحت للارج بي سحبته لتحت الشكل ده كده هاخد خامة او هاخد شكل زي الميتل بالمنظر طبعا ممكن اخف المصدر شوية خليها عالية زي ما هي تمام حاجة بالشكل ده طيب دلوقتي اللي انا عايزه ان الصورة دي تبقى هي الخامة بتاع التيكست خلي بالكم اللي انا هعمل لو انا جيت عالتيكست قلتله الفا مات حاجة حصلت مفيش حاجة حصلت اصلا هو ايه اللي انا عملته ايه الفا مات اللي انا عملتها دي بصوا كده عشان اخلي دي تخش جوه التيكست دي لازم اقول للصورة دي انها تبقى موجودة بس في الحتة اللي فيها لون لكن الحتة الترانسيبيرانت ما تبقاش موجودة فيها بمعنى ان انا كأنك بتقول الصورة كده قص نفسك من ايه من الترانسيبيرانسي وحط نفسك جوه الوبيك طيب معنى كده ان انا لازم اخد الصورة دي تحت التيكست لان انا عايز ان الصورة دي هي اللي تدخل مكان الالفا بتاع التيكست دي بمعنى ان الصورة دي هي اللي تقص نفسها من الالفا بتاع التيكست دي وتحط نفسها جوه الاوبيك بتاع التيكست لو انا عملت الفا كده بقيت دي جوه التيكست ليه بقى من الاول لما انا قلت لكم من شوية كان الصورة حجمها كبير وانا سبتها كبير ماردتش اعمل اسكيل ليه لو انا عملت سلكتا على الصورة وروحت مسكت الصورة هنا وحركتها اقدر ان انا اخد الديتيلز اللي انا عايزها والحتة اللي انا عايزها منين من الصورة مسلا ممكن اخد الحت حتة زي دي كده بحيث انها تظهر التقطيع دي واخد دي تيلز شكلها شكلها كويس ممكن ادور على دي تيلز دي شكلها تحفة طبعا لو كنت صغرت بقى حجم الصورة ما كنتش عرفت ان انا اتحكم في مكان الديتيلز على التكست بعد كده واحد يقول لي طب وانت من شوية ما انت عامل دابل كتل التكست اللي تحت دي صح طب وانا عامل دابل كتل ايه لو احنا رحنا للصورة دي وجينا عملنا بلند موت خلناه وليكن ملتيبلاي بصوا بقى كده بقى التكست عاملة ازاي وصلت بقى انا حطت الصورة دي ليه عشان في الاخر اعمل تكست كانها زي المتل او واخدة خدوش تمام زي المتل يبقى كده لما بحط بعمل خامة لتكست او لوجو او لاي حاجة تمام كل انا بعمله ان انا بحط التكست اللي انا عايزها بعد كده اعمل دابل كتت ربنا يكرمك يا رب تمام بعد كده اعمل دابل كتت ليه طب سؤال تاني او سؤال بيطرح نفسه يعني هو انا ليه عملت دابل كتت ليه انا عملت دابل كتت لان خلي بالك انت لما بتعمل الالفا مات او الالفا انفرتت مات او اللومة مات او او الى اخره اللير بتروح فانت محتاج اللير مرة تانية انت محتاج اللير تمام مرة تانية تمام عشان تقدر تعمل البليند موز دابل نسبة كده المين ليه التكست ممكن بقى انك انت تشتغل مسلا بمين بافكت زي تمام وتقدر تشتغل مسلا على الميت تون لو انا عايز اغمق الميت تون شوية عايز افتح الصورة حباية اشتغل على هايلايت سلايدر بالشكل ده بالمناسبة الليفلز ممكن اخفي ديتيلز بي ازاي لو انا زودت الهايلايتس كده شفتوا اللي حصل ايه ان انا خفيت بعض الايه اديتيلز او بعض الخمات طبعا ممكن اروح هنا واغمق شوية كده ارجع بي اديتيلز مرة تانية بالشكل ده كده طبعا ده بيتوقف على المنظر اللي انت عايزه او الشكل اللي انت عايزه لكن انا هارجع زي ما كنت تاني طبعا دي كده تلعم الزبالة بالمنظر ده تمام فانا هزوء دي كده شوية تمام بالشكل بالمنظر ده كده افتح دي سنة كده تمام اوي 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 كده خلصنا من مين من التكست ابدأ اشتغل على الباك جراوند ابدأ اشتغل على مين على الباك جراوند كده خلصنا من التكست سورس بالمناسبة عايز اقولك على حاجة اما تفتح اي مشروع اما تفتح اي مشروع حاول اتبقى النظم ازاي اعمل فولدر تسميه إيميجس اعمل فولدر تاني سميه ساوندز فولدر ثالث سميه مثلا AI لو خدت ملفات مثلا Illustrator فولدر رابع سميه PSDs لو انت خدت ملفات Photoshop فولدر ثاني هسميه Assets Assets يعني اي حاجات مساعدة لك انت بتشتغل عليها ليه علشان تقدر انك انت ما تلاقيش البروشيكت إكسي بلورر عندك كبر قوي تفضل طالع نازل فيه تمام؟ علفاضي وممليان خد بقى الصورة دي حطها جوا وعمل فولدر أخير سميه مثلا Pre-Compos يعني ايه Pre-Compos؟ يعني الكمبوزيشنز الفرعية اللي انت هتستخدمها في الكمبوزيشن الرئيسية طبعا التكيست سورس دي من الكمبوزيشنز الفرعية ماهيش كومبوزيشن رئيسية خد حطها في الـ Pre-Compos كده تبقى تديني عندك منظمة ومتظبطة مفيش فيها وجع قلب مفيش فيها انك انت كل شوية طالع نازل من غير سبب غير كده كمان انا عايز عيني على طول تروح على فولدر الامجس مثلا طبعا في عندك هنا حاجة اسمها لابل لو ضغطت على الزرار ده او اللون ده اقدر ان انا اقول له مثلا ريد كده خلاص بقى فولدر الامجس واخد الـ Color Code ريد البريكمبس وليكن مسلا هاخد الـ Pink يبقى انا كده واخد اللون الـ Pink ليه الـ Pre-Compos واخد الـ Red ليه الامجس الريد كتير انا صح نرجع تامي مهم نيجي بعد كده عشان ناخد الـ Comble بعد كده المفترض ان انا هعمل فيها background او هعمل فيها الخلفية هروح لـ Composition و هخلي دي اسمها الـ Main Comp واعمل اوكي في الـ Main Comp دي طبعا الـ Main Comp دي اضغط اسحابه بس لتحت كده او اضغط على اه طبعا هنا عندي خلوا بالكم من حاجه انا هنا عندي Size وعندي الـ لا مش فاهم بنحط مهم الـ اغنب الان اجهة